السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور خالد جمعة اختصاص بالأمراض الداخلية العامة درسنا اليوم هو درس مهم وعنوانه التظاهرات الشعاعية للإصابة بكوفيد يعني كيف تتظاهر الإصابة سواء على صورة الصدر البسيطة أو على الطبق المحوري وهالموضوع مهم جدا وخصوصا بالوقت الحالي لأنه ممكن أي طبيب مهما كان اختصاصه تنعرض عليه صورة صدر مهم أنه يميز هل هالشخص محتمل إصابته بكوفيد أو لا بناء على التظاهرات الشعاعية خلونا نبلش بداية بالصورة البسيطة هالصورة اللي شايفينها هون هي لشخص اجا على الاسعاف بأعراض ترفع حروري تعب وهنعام وسعاب نعمله صورة صدر بسيطة اللي هي هون متل مو شايفين أنه أي طبيب رح يشوف هالصورة البسيطة رح يحكي أنه صورة طبيعية ما فيها شيء لكن هالمريض نعمله طبقي طبقي محوري يبين عنه وجود ارتشاح واللي هو عم يعطينا منظر الزجاج المغشة اللي هو من الموجودات الأساسية والمهمة في الإصابة بكوفيد طيب شو اللي وجهنا أنه نعمل لهالشخص طبقي صراحة الطبيب شاف صورة صدر الشعاعية طبيعية لكن الطبيب لازم يكون فحص المريض على الأقل مع الأعراض السابقة توجه أنه المريض ممكن يكون مصاب بالفحص أكيد سمع أنه في عند المريض موجودات غير طبيعية بالرئة اليمنى بالفحص بالسماع على هيك الفحص مهم جدا لازم نحن بس ما ما نعتمد بس على التحاليل والصور الشعاعية والاستقصاءات الفحص السريري هو أهم خطوة بالتشخيص متل مو شايفين بالمراحل الأولى يعني ممكن تكون صورة الصدر طبيعية تماما ممكن هالشيء الظاهر على الطبقي طبعا نتوجه لها الشيء بناء على الأعراض السريري اللي جاء فيها المريض والفحص السريري أما هون الصورة اللي شايفينها هي الصورة نموذجية للإصابة بكوفيد ارتشاحات محيطية ثنائية الجانب تأخذ منظر الزجاج المغشة الزجاج المغشة ممكن نشوفه على الطبقي ممكن نشوفه على الصورة البسيطة انتبه شوفو فإرتشاحات كيف أخذها توزع محيطي هون وهون طبعا صورة الصدر تفيدنا بالمتابعة كمان هاي صورة المريض وقت القبول وهو مريضا قبلت بالعناية المشددة كانت الصورة هيك بعد أربع تيام صارت الصورة هيك يعني زادت الآراض زادت الارتشاحات السنخية بها الصورة الصورة البسيطة تفيدنا بالتشخيص وتفيدنا بمتابعة حالة المريض شوفوا كيف توزع الارتشاحات المظهر النموذجي للإصابة بكوفيد ارتشاحات ثنائية ارتشاحات ثنائية الجانب تاخد نموذج محيطي يعني غالبا تكون متواجدة بالمحيط وليس بالمركز طبعا هذا الشكل الأشياء لكن مو معناه أنه ما رح نشوف كوفيد إلا بهالشكل لا هذا الشكل الأشياء مثل ما شفنا بالسلايد السابق كانت صورة الصدر طبيعية تماما وممكن تكون الارتشاحات وحادية الجانب وهالشي ممكن يكون كوفيد لكن الشكل الأشياء يجي كالتالي حفظوا منيح هاي صورة لمريض عمره 83 سنة إجابة أعراض نموذجية اللي هي سعال ترفع حروري تعب وهنعام بصورة الصدر شفنا عنده الشكل النموذجي مثل المشايفين ارتشاحات محيطية وثنائية الجانب وبالفعل بإجراء بحث البي سي ارتبين أنه الشخص من المسحة عنده إيجابية وهو مصاب فعلا بكوفيد هاي أهم الموجودات على صورة الصدر البسيطة هلأ ننتقلش ممكن نشوف بالطبق هالطبقي هو لشخص شاب مصاب بكوفيد نعمله طبقي فبين عنا المظهر التالي هالعلامة هي علامة الزجاج المغشة من وين إجت كلمة الزجاج المغشة؟ هو الزجاج اللي بيكون يعني ينافض للضاء ولكن ما فينا نشوف من خلاله شوفوه هون بالصورة الموجودة على جنب هذا إجت التسمية من هون وهي أهم الموجودات اللي تكون موجودة بكوفيد على الطبق المحوري وعادة أن يكون متعدد البؤر لناء الجانب ويتوضع بشكل محيطي تمام؟ اللي هو هون متل مو شايفين هاي منظر الزجاج المغشة لكن بالمراحل الأولى من الإصابة ممكن يكون أحادي الجانب على شكل بؤرة وحيدة بس تتقدم الإصابة يأخذ النمط النموذج اللي هو ثنائي الجانب متعدد البؤر ويأخذ توزع محيطي خلونا نشوفوا بيت الطبقي كيف تشوفوا كيف موجود بالمناطق المحيطية الزجاج المغشة متعدد البؤر يعني مو بؤرة وحيدة عنهم بؤرة هون بؤرة هون بؤرة متل ما بنعرف انه بين الفصوص الرئوية في نسيج ضام او فواصل بين الفصوص والفصيصات تسمك النسيج الضام يسمى علامة كريزي بابين متل مو شايفينها موجودة هون شوفوا هل تسمك بين الفصيصات الرئوية وهالعلامة ممكن تشوفها عند المرضى المصابين بكوفيد وعادة هالعلامة صير لاحقا يعني مو ببداية الإصابة تصير بالمراحل الأخيرة من الإصابة بعد ما يكون النسيج الرئوي بلش يتخرب من العلامات المهمة الأخرى هي التوسعات الوعائية اللي منشوفها عادة بالمناطق اللي موجود فيها زجاج مغشم نشوف توسعات وعائية شوفوا كيفون الوعاء متوسع كمان هاي من الموجودات المهمة في الطبق المحوري لمرضى كوفيد العلامة الثالثة المهمة هي التوسع القصبي الذي يترافق مع انكماش في النسيج الرئوي حوله كمان هل الموجودات مثل المشاهدين هون قصبات متوسعة توسع قصبي والنسيج حول التوسع القصبي منكمش نشوف هل الموجودات في الأماكن اللي موجود بها أيضا زجاج مغشة العلامة الرابعة المهمة هي وجود أشريطة موجودة تحت الجنب Sub-Plural Bands اللي هي بها المناطق شايفين كيف؟ في مناطق الزجاج المغشة عندنا أشريطة ممتدة من الجنب باتجاه النسيج الرئوي وهي أيضا من العلامات المميزة لكم موجودة بكوفيد تعالوا نشوف هلها هالطبقي هالطبقي لشخص عمره 78 سنة عم يشكي من حوالي أسبوعين من سعال وحاليا نطور زلة تنفسية شديدة نعمل له بي سي آر طلال مصاب بكوفيد بالطبقي يبيع معناه التالي تعالوا نشوف الموجودات مثل المشايفين بلش يظهر عن الزجاج المغشة اللي عم يأخذ المناطق المحيطية وهو عم يكون هنا متعدد البؤر مثل المشايفين نكمل بالطبقي بلش يظهر عنه توسعات قصبية اللي حكينا عنها شوفوا التوسعات القصبية الموجودة والتسمكات الوعائية اللي بتكون موجودة بأماكن التواجد الزجاج المغشة شوفوا كيف صراحة الإصابة عند هالشخص تكتنف أكثر من 75% من الريئتين نسيج الرئوي أما تصنيف الإصابات تصنيف شدة الإصابة ففي معيار أو جدول أطباء الشعاعيين نحن مثل ما بنعرف أنه بالريئتين عندنا خمس فصوص رئوية نجي نقيم كل فصوص رئوي لحال نعطيه من واحد لخمسة إذا كانت الارتشاحها تشمل أقل من 5% من الفصوص الرئوي فبياخد واحد إذا كانت تشمل من 5% لـ 25% بياخد 2% من 26% لـ 49% بياخد 3% من 50% لـ 75% ياخد 4% وأكثر من 75% ياخد 5% يعني السكور عننا الكامل يكون من 25% الشخص السكور هو أكثر من 10% تكون إصابته شديدة خلونا نشوف طبقي تاني لشخص عمره 59 سنة راجع بشكوى ترفع حروري من أسبوعين مع سعال غير منتج السعال جاف مع ترفع حروري نعمله مسحة طلعت المسحة سلبية لكن نتيجة الشك السرير العالي نعمله طبقي فطلع عنا المظهر التالي مثل المشايفين موجود زجاج مغشا بهالمناطق هم فيه زجاج مغشا هم فيه زجاج مغشا فهي إصابة كوفيد كمان هالطبقي التالي لشخص عمره 49 سنة مصاب بكوفيد عم يعطينا موجودات نموذجية جدا للإصابة مثل المشايفين زجاج مغشا متعدد البؤر ثناء الجانب أكثر شيء ياخد المناطق المحيطية يعني هم توسع قصبي وتوسعات وعائية موجودة هم فيه عنا أشريطة ممتدة من الجنبة باتجاه مناطق الزجاج المغشا وهي من الموجودات النموذجية يعني بس تشوف فيه طبقي خلاصات 100% إصابة بكوفيد هاي كمان صورة صدر نموذجية لمريض موجود بالعناية المشددة مصاب بكوفيد مثل المشايفين هالدرجة الإصابة شديدة جدا لدرجة أنه تقريبا الساحتين الرئاويتين فيهن ارتشاحات تشمل تقريبا كامل الساحتين الرئاويتين هيك بتوقع نكون غطينا كل شي بخصوص تظاهرات شعية لداء كوفيد سهون عصول الصدر البسيطة أو الطبق المحوري لكن اللي بدي إياك تتذكروا أنه ممكن عصول الصدر البسيطة ما منشوف الإصابة وخاصة بالمراحل الباكرة لهيك الفحص السريري مهم جدا لحتى نكشف الإصابة أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد من القناة ودمتم سالمين